ترجمة نانسي قنقر جائزة سنوية تجمع متسابقين من مختلف محافظات المملكة ليتنافسوا لتلاوة وتجويد آيات القرآن الكريم من أجل نيل شرف الفوز بجائزة مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه لحفظ القرآن الكريم خصوصا وأن هذه المسابقة جاءت تقديرا وعرفانا لعطائه الطويل في خدمة الدين الحمد لله أن اليوم تشرفنا بتكريم الفائزات بجائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة القرآنية في دورتها الثانية لهذه السنة والحمد لله بلاق عدد المشاركين لهذه الجائزة 686 مشارك ومشاركة والحمد لله الجائزة كان لها صدى كبير وصدى طيب وصل لدول مجلس التعاون الخليجي والحمد لله أن أبا أمر وتوجيه من صاحبة السمو الشيخ ألولو أبت خليفة بن سلمان آل خليفة الرئيسة الفخرية لجمعية النور للبر آمرت سموها بأن نعلن أن هذه الجائزة راح توصل وراح نستقبل متسابقين من دول مجلس التعاون الخليجي فإن شاء الله في دورتها الثالثة السنة الياية راح نستقبل متسابقين من دول مجلس التعاون الخليجي وإن شاء الله راح فيه أفكار جديدة إن شاء الله راح تطرح للجائزة وفيه فعاليات مصاحبة للجائزة تأتي هذه المسابقة لتزهمه بشكل كبير في تشجيع أبناء البحرين على حفظ القرآن الكريم والنهل من علومه لما له من دور كبير في تحقيق التنافسية بين الحافظين والحافظات لكتاب الله عز وجل مشاركتي في مسابقات الشيخ خليفة كانت خير دافع ومحفز لي بما أني حافظة القرآن الكريم فتحت لي الفرصة أني أراجع القرآن الكريم وحفزتني أن أشارك في مسابقات أكثر وأن أطور نفسي في تلاوة القرآن الكريم طبعا المسابقات القرآنية بشكل عام يعني عامل محفز في المراجعة لمبدأ مسألة المراجعة شيء أساسي في استذكر آيات الله سبحانه وتعالى استذكر القرآن طبعا جود تنافس هاي يحفز من الطالب أن يكون السنة اليوية أفضل وأفضل وينفز أقرانه نفس أقرانه والمتسابقين اللي معاه وبفضل الله شاهدنا نجاح جدا باهر عدد المتسابقات تبارك الرحمن هذه السنة وايد يعني كان أكثر من كل سنة وأيضا حتى المستوى الطالبات في هذه السنة كان بفضل الله أكثر من السنة اللي طافت بعد نجاح الجائزة بنسختها المحلية والتي لقت إقبالا كبيرا بين أبناء المملكة هاي اليوم تنطلق إلى أفاق أرحب وأوسع وتفتح المجال أمام حفظة القرآن الكريم من دول الخليج العربي لنيل شرف المشاركة والتنافس من أجل نيل الأجر والثواب هذه المسابقة السنوية تلعب دورا كبيرا في احتضان الناشئة في وقت مبكر وتساهم في إعداد جيل صالح مسلم متخلق بأخلاق القرآن الكريم ما يعود بالنفع الكبير على المجتمع بأسره خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين